لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد وانقلكم باش نفرقلكم مبين تفهموا الانضباط العسكر علي بن علي فريق اول وكان فريق في الجيش الوطني الشعبي عندما حضر ذلك الاجتماع الذي تم التآمر فيه على القيد صالح كل اللي حضروا فيه مدنيين او عسكريين متقاعي الفرق الوحيد انه حضر بينهم جنرال ما زال يمارس مهم انهى الاجتماع مباشرة ذهب واخبر القيد صالح قد يكون علي بن علي مختلف في امور مع القيد صالح ولكن عندما وجدها مؤامرة لإسقاط القيد صالح وتوجيه الجيش اتجاهات اخرى سارع واخبر القيد صالح في اطار الانضباط العسكري هذا اولا وايضا ايمانه بذلك المصار لانه في تلك المرحلة نزيد نقول لكم شيء اخر الفرق ما بين تلك المرحلة والمرحلة هذه تلك المرحلة كان كل الجيش الوطني الشعبي بجنود وصف ضباط وضباط 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 السامونتاع والجنرالات والقيادات العليا كانوا كلهم ضد العهدة الخامسة باستثناء بعض اللوبهات التي توالي العصار هذه كانت ليست انها مع العهدة الخامسة من اجل ايمانها بالشعارات اللي روجوا لها كانت مع العهدة الخامسة بناء على مصالحها وشفنا جنرالات هربوا للخارج وارجوا ملاحقين في تهم الفساد وهناك من سجينة وصدرت حتى املاكه وكذا 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 هناك نوب ولكن القيادة الخلية القيادية التي كانت تسير الجيش قريبا من القيد صالح رحمه الله كانت كلها تؤمن انها ضد العهدة الخامسة لذلك الاجراءات التي اتخذت على المستوى القيادي لم يختلف فيها قد يكون خلفات خفيفة جدا وطفيفة لا تؤثر في شيء ولكن كانوا كلهم آمنوا بأن الحل هو ايقاف العهدة الخامسة لأنها مهزلة بمعنى الكلمة الرئيس عاجز وأيضا أنه كانوا ضمروا كثيرا من ممارسات سعيد بوتبلقة ووجمال هذا شيء الفرق الآن أن الجزائر ليست في الضغط الذي كانت فيه قضية الدستور نظر له من زاوية مختلفة كل واحد عنده زاوية من ينظر إليها كثير من قضية من ممارسات معينة سياسية معينة هناك من حتى من يرى بأن الاستمرار في سجن بعض الجنيرالات وكذا وكذا أمر غير جيد لصورة المؤسسة العسكرية حكس ما كان الأمر قبل ذلك تغيرت المعادلة بلا أذن الشيك تغيرت المعادلة في هذه المرحلة لكن الذي ثبت أن الكثير من الممارسات السياسية التي كان أوصى بها القيد صالح قد تم التراجع عليها أو الانقلاب عليها أو التخلي عنها ترى هل الرئيس تخلى عنها بناء على قناعة منه شخصيا أو أنه هناك توافق بينه وبين المؤسسة العسكرية وتحديد الشنغريحة هذا الذي نبحث فيه الآن وعندما نلم بالمعطيات سنخصص حلقة لهذا الموضوع إذن إخواني الكرام الحكاية هذه صراع داخل المؤسسة العسكرية صراع وهن من يراهن على هذه الصراع دائما عندما تكون أطراف متضررة من شيء ما دائما يلجأون إلى المؤسسة أو يرفع شعار مدنية دولة مدنية مش عسكرية ولكن لما تكون الدولة الجزائرية في المحك إما يستنجد بالمؤسسة العسكرية كي تنقذ هذا الموقف أو أنه يقول بأن هناك صراعات أجنحة علّه يعطي فرصة إلى طرف معين حتى ينقلب على الطرف الآخر ومثل هذه الأمور نجد الكثير من الذين يروّجون إلى هذه الفكرة طبعا فيه طيار معروف منذ التسعينات دائما يتحدث عن صراع العصب والأجنحة داخل النظام وداخل المؤسسة العسكرية هناك من يتحدث أيضا عن عودة قوية لما يسموه جناح توفيق داخل المؤسسة العسكرية حقيقة أنه هناك ضباط كانوا محسوبين على توفيق تم إطلاق صراحهم هناك مهام ناس أخرين أيضا عرفوا بقربهم من توفيق عادوا مجددا إلى مهامهم وتولوا مهام كبرى المعروف أن في المؤسسة العسكرية ما كانش هذا واحد ضابط يكون وفي الضابط واحد سقطت لا حاجة قليلة إلى حد ما ولكن كل من يأتي ويمارس مهامه آم صراحهم مع توفيق اليوم رح يكون مع واحدة أخرى عادي وينسى توفيق هذا داخل المؤسسة العسكرية لكن داخل المنظومة الحكم بصفع مولوبهاتها التي تضررت من أشياء أخرى هذا أمر فيه كثير من الألعاب التي قد تصل إلى داخل المؤسسة العسكرية إذن ما سمي صراع الأجنحة كلام فارغ لا أساس له الموجود هو حدثت خلافات ولا ندري إلى ما ستصل إليه هذه الخلافات الأمر يتعلق بمستقبل الرئيس مصير الرئيس الصحي ونحن ذكرت مقابل أن حدثت اجتماعات أمنية على مستوى رفيع داخل قيادة الأركان ووزارة الدفاع ويجري الحديث عن تقارير تحدثت على انفجارات قد تحدث في الجزائر بعد حرائق الغابات يحتمل أشياء أخرى هناك تخوفات أصلا داخل المؤسسة العسكرية من حدوث عملية اغتيالات قد تطال أشخاص يثير الجدل حتى تمت أحد التقارير تتحدث أن هناك تخوفات من طرف الأجهزة الأمنية على حدوث اغتيالات تطال بعض رموز الذين يعرفون بواجهات وناس اشتهروا باسم الحركة الشعبي قد تطال قياديين ينسابقين في جبهة الإنقاذ هناك كثير من التخوفات هناك أيضا حتى عمليات مراقبة سرية إلى بعض الأشخاص البارزين إعلاميا الذين يعتقل أنهم ربما سيكون أهداف لدوائر خارجية تريد خلط الأوراق أو حتى دوائر داخلية لأنه لا يمكن أن تكون دائرة خارجية تخطط لخلط الأوراق في بلد ما لا تكون عندها أياد داخلية في هذا البلد إذن هذه الأمور رهي صعبة ومعقدة بلا أدنى شك الجزائر تعيش تحولات بلا أدنى شك لتحولات صعبة ولكن أنا أقول وأجزم أن من بين الأمور التي أضرت باللحمة الجزائرية هي حكاية الدستور حكاية الدستور بهذه الصيغة أعتقد بأنه الذين راهنوا عليها إما أنهم سقطوا في فخ شبكات العصابة التي لا زالت متغلغلة في رئاسة الجمهورية ما زالت موجودة في الجيش الوطني الشعبي ما زالت موجودة في كل الوزارات وفي كل الدوائر وفي كل الولايات وموجودة في العصابة متغلغلة في الدولة الرئيس وجد بلا أدنى شك لما دخل هناك وأنا ذكرتكم لكم في حلقة ماضية بأن الرئيس ظهر أنه مال إلى لبهات العصابة داخل رئاسة الجمهورية هل هذا عن علم أو عن غير علم أو عن إيمان بضرورة احتوائهم وشيء آخر ليست لدي كل المعطيات الكافية بهذا الموضوع لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله